انها كرة القدم لكن هذه المرة بلون الدم مجزرة كروية تسحق العشرات وتخلف اضعافهم من الجرحى نتيجة احداث شغب في جزيرة جاو الاندونيسية عقب مباراة كرة قدم في دور الدرجة الاولى الحكومة الاندونيسية التي اعتذرت سلفا عن الحادثة وعدت بالتحقيق في اسباب تحول مجريات المباراة الى مستنقع دماء اصدرت تعليماتي لوزير الرياضة والشباب وقائد الشرطة الوطنية ورئيس الاتحاد لكرة القدم القيام بتقييم شامل لمباراة كرة القدم والاجراءات الامنية المتبعة خلالها القصة بدأت عندما اشتبك انصار الفريقين المتنافسين في المباراة التي اقيمت في ملانغ رجينسي بيجاوة ليتغير مسار الاحداث الى اعمال شغب تصاعدت حدتها اختلط فيها الالاف داخل المستطيل الاخضر حتى ان العديد من اللاعبين لم يسلموا من كل ذلك ووفق الشرطة الاندونيسية فان معظم القتلى سقطوا بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة ونقص الاكسجين بعدما فشلت في محاولتها تفريق جموعهم اتخذت الشرطة اجراءات وقائية قبل اطلاق الغاز المسير للدموع لان اعدادا من المشجعين كانوا يهاجمون الشرطة بالفعل ويتصرفون بشكل فوضوي ويحرقون المركبات وعندما اطلقت الشرطة الغاز ركضوا جميعا نحو نفس الاتجاه ما تسبب في ازدحام هائل رافقه ضيق في التنفس بسبب نفاذ الاكسجين وسائل اعلام تحدثت ان لجوء الشرطة الى اطلاق الغاز المسيلي للدموع على المدرجات تسبب في اصابة المشجعين بالذعر والفرار بسرعة وهو ما اوقع عددا كبيرا من الضحايا اتحاد كرة القدم اعلن بعد الفاجعة تعليق جميع مباريات البطولة المتبقية لمدة اسبوع في وقت قارت فيه وزارة الرياضة انها تفكر جديا في منع الجماهير من حضور المباريات بعد هذه المأساة